موسيقى المستقبل الغريب وإن شاء الله يحقق كل من يشارك في هذه الدورة الأهداف التي أجع من أجلها حتى المحاضرات التي تم اختيارها تم اختيار أهم ما يمكن أن يتميز به الأعلام الخاص بالتلفزيون والإذاعي بالإضافة إلى كيفية التقطية أو كيفية السيطرة على عملية التنسيق الأعلامي في مجال الأعلام الرياضي أتمنى كل التوفيق لجميع المشاركين وأن نوفق أيضا في لجنة الإعلام الرياضي بأن نقدم ما يثري معلومات جميع المشاركين في هذه الدورة موسيقى الحقيقة المشاركين رائعين جايين كلهم حماس كلهم هيك يعني عندهم شغف بأنهم يتعلموا ويعرفوا سعيدة كتير بالنوعية الموجودة وبأنهم من أكتر دولة عربية كل تجمع عربي بيسعدني وبتمنى أن محاضرتي تكون قيمة واستفادوا منها وشكرا كتير لكم لاختيارنا لإلقاء المحاضرة فيه أشياء اكتشفناها مع الأستاذة سالي السادي ما شاء الله تبارك الله وفيه يعني ممكن أمور كانت تجهلنا بحضورنا هذا عرفنا كيف يعني الإعلامي كيف رح يكون سواء من ناحية المظهر من ناحية الأسلوب بطريقة كيف يكون واعي ذهن حاضر بداية الدورة حبينا أنها تكون شاملة تماما في التلفزيون والإذاعة وحتى التنسيق الإعلامي والمتحدث الرسمي حنحكي عن المراسل الميداني حنحكي عن المدعي الإخباري والمدعي البرامجي والمدعي الحواري حنحكي عن أساسيات الظهور على الشاشة اليومين القادمين حيكونوا مكثفين أكثر لأنه رح ندخل أكثر في صلب الموضوع بالنسبة للظهور على الشاشة التخلص من المشاكل الإيجابيات والسلبيات وإلى ما هنالك تفاعل الحضور ظاهر أنه في اليوم الأول المحاضرة الأولى بنسبة جيد جدا فيه انتباه واضح فيه رغبة لتلقي المعلومة وهذا معاشر إيجابي للأيام القادمة والله أنا سعيدة بتواشدي اليوم بين زملاء الإعلاميين في البحرين كنا من زمان ننتظر مثل هذه الفعالية بحيث أن من قبل كانت كل فعالياتنا عن التحرير والإعلام والكتابي فكنا محتاجة مثل هذه الدورة ونغير شوي نتخص بأشياء ثانية بدايتها كانت موافقة سعيدة أن أنا متواشدة والأسات الأفاضة كانوا وايد زينين والحمد لله أولا أنا في البداية أشكر للاتحاد الأسيا والصحافة الرياضية برأسة الأستاذ محمد قاسم على جهودها الكبيرة في إقامة هذا الملتغ الكبير وبالصراحة أنا أشاهد في المحاضرة الأولى التي ألغتها الأستاذة سالية الأسعد محاضرة شيقة وقيمة جدا أحس أن الجميع استفاد من هذه المحاضرة اشتركوا في القناة